بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات أحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون في الأسباب المادية قد تكون هناك أمور مختلفة نتائجها متشابهة لكن الأغراض والأهداف تكون مختلفة مثلا إذا واحد من الناس سهر من المساء إلى الصباح وهو مشغول بالمطالعة تيطالع عندما تشوفه في الصباح تشوفه وعليه آثار الإرهاق بادية تعبان مبين علي عيونه مثلا حمراء أثر التعب على قسمات وجهه ظاهر واحد من المساء إلى الصباح مشغول بالله واللعب تشوفه بالصباح تشوفه نفس الشيء آثار الإرهاق والتعب وحمرار العين علي ظاهر واحد مشغول بالصلاة بقيام الليل يتلو القرآن ويصلي صلاة الليل ويقرأ الأدعية عندما تشوفه بالصباح تشوفهم نفس الشيء آثار التعب والسهر على قسمات وجهه مبينة هنا عندما نرى هؤلاء الثلاثة وما شئت من تكثير الأمثلة فكثر واحد مشغول بالمطالعة واحد مشغول بالله واللعب واحد مشغول بالعبادة الآثار الظاهرية واحدة لكن الإنسان اللبيب العاقل حينما يرى هذه المظاهر ما يقول أنه أسبابها واحدة وما يقول أنه النتائج لتلك الأسباب أيضا واحدة هذا اللي سهر بالمطالعة تقدم خطوة في العلم حصل معلومات أكثر هذا اللي سهر في العبادة هذا حصل إذا كان خالصا مخلصا لوجه الله درجة من القرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر من ذي قابل وذاك اللي سهر في الله هو اللعب هذا ضيع وقتا من عمره الإنسان اللبيب العاقل ولو يشوف الآثار متشابهة لكن يبحث في الأسباب وبعدين بالنتائج البعيدة النتائج البعيدة تختلف حسنا هذا مثال في العالم المادي الأمور المعنوية أيضا كذلك أنت كثيرا من الأحيان أنت كثير من الأحيان ترى أسباب مختلفة آثار متحدة بعديا الإنسان عندما يقصر نظره على هذه الآثار المتشابهة يصير في ذهن علامة تساؤل لماذا هكذا الله سبحانه وتعالى قد ينزل البلاء أنت بالظاهر تشوف المؤمن مبتلى المنافق مبتلى الكافر مبتلى العامل والصالحات مبتلى غير العامل والصالحات مبتلى الأمراض المنتشرة الآن ليست منتشرة لقوم دون قوم ولجماعة دون جماعة الأمراض التي عندنا أيضا موجودة عند الكفار عندما تشوف الروايات واحد يستفسر زيان في الروايات موجودة أنه الله سبحانه وتعالى قد يبتلي إنسان عقوبة له قد يبتلي إنسان لرفع درجاته قد يبتلي إنسان لامتحانه يعني هذا تمرض بمرض صعب العلاج ذاك هم تمرض بنفس المرض والثالث هم تمرض بنفس المرض لكن السبب يختلف الشخص الأول الله سبحانه وتعالى ابتلاه بالمرض عقوبة له لأنه عدنا في الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا لماذا أحبه مو قوتر لأن الله حكيم أحبه لحسن عمله لحسن نيته هذا العبد إذا أذنب الله الله سبحانه وتعالى للطفه ورحمته ومن حبه لهذا العبد ما يأخر عقابه إلى الآخرة يبتلي بهذه الدنيا عقوبة له حتى إذا مات تكون مرحلة ما بعد الموت عنده هو طاهر مطهر ماكو عقوبة عالية فتشوف أبتلي بمرض مثلا وهذا المرض صعب العلاج ويأذي لكن السبب أن الله سبحانه وتعالى يريد طهر من ذنبه أقو في الرواية أنه حتى خدش بعود شايفين بعض الحين واحد الخشب بقطعات صغيرة جدا إذا مرت على يد الإنسان قطعات صغيرة من الخشب تدخل في يد الإنسان تسبب لجرح بسيط أو خدش حتى هذا الخدش بعود هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى ما من نكبة أو عثرة حجر أو كذا أو كذا إلا بذنب فهذا الإنسان المؤمن الله حبا له وابتلى زين يجي واحد آخر هو ما إلى الذنب أصلا شوفه يبتلى بنفس البلاء لماذا تشوف هذا إنسان طاهر مطهر ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى معصوم مثلا هذا لرفع الدرجات الله سبحانه وتعالى يحب بعضا من عباده المؤمنين يبتلي حتى هذا الإنسان بصبره بشكره بدعائه بتضرعه بنفس ابتلاء لأن الله يعوض من ابتلاه في جسده أو في ماله أو في نفسه يعوضه في يوم القيامة شوف الظاهر أنه نفس البلاء شبيه لكن لرفع درجاته إذا أكو في الأحاديث إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل ليش أحاديث أخرى نبين السبب السبب أنه كلما الإنسان درجته كانت أعلى يكون تكليفة أصعب أنت طالب الجامعة ما تمتحن بامتحان اللي تمتحن بطالب الصف الأول الابتدائي لماذا؟ لأن مستوى طالب الجامعة أرفع وأرقى من مستوى طالب الصف الأول الابتدائي زيان الأنبياء والأولياء ذول مستواهم العقلي وفهمهم وعلمهم وذاتهم أرفع من بقية الناس فبمناسبة ارتفاع مقاماتهم يكون تكليفهم أصعب بعدين الله سبحانه وتعالى يريد يرفع درجاتهم أكثر ينزل عليهم البلاء نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين أكو في الحديث الشريف في تفسير هذه الآية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء الآية أنه إذا واحد مؤمن وذرية أيضا مؤمنة من نعم الله سبحانه وتعالى على هذا المؤمن أن يجمع بينه وبين ذريته المؤمنة في الجنة أن واحد يكون مع أقرباء مع ذرية مجتمعين هذا يكون في نوع من الراحة النفسية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان مو إذا كانت الذرية كافرة بعد ذاك ما بمجال واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء يعني من نقص من عمل يعني إذا ذريت مستواها أدنى مو ذاك نقص ونجيب إلى المرحلة الدانية لا هو يبقى في المرحلة العالية ولكن يجتمع مع ذريته زين في تفسير أو تأويل هذه الآية رواية أن شاء النزول هذه الآية أو تفسيرها أو تأويلها في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وآله طبعا هو مو خاص بالإمام الحسين جميع الأئمة عليهم الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وآله أفضل من الأئمة هذا لا شك فيه لأن الله سبحانه وتعالى فضله عليهم وبعدي نسبين قوسين أمير المؤمنين أفضل من سائر الأئمة الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام أفضل من سائر الأئمة ثم الإمام الحسين أفضل من سائر الأئمة ثم بقية الأئمة من الإمام زين العابدين إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في الفضل سواء زين الرسول أفضل من الأئمة في تفسير هذه الآية قلت أو تأويلها أو شأن نزولها أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يلحق الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بدرجة الرسول كيف يلحقه بدرجة الرسول والرسول أفضل منه ألحقه عبر الإبتلاء الذي أبتلي به طبعا الرواية في الإمام الحسين لكن الكلام بالنسبة إلى بقية الأئمة أيضا جاري ففي الحديث أنه في يوم عاشراء الله سبحانه وتعالى إكراما للإمام الحسين أرسل أربعة آلاف ملك لنصرته الإمام يدري أن الله سبحانه وتعالى صحيح أرسل الملائكة لنصرته لكن يدري أن الله سبحانه وتعالى يحب شهادته إرسال الملائكة كان تكريم للإمام الحسين مثل ما أنت أبوك يقول لك أنه إذا تريد تروح روح يسمح لك بس أنت تدري قلبا يريد بقائك تروح لو تبقى تبقى إذا تدري أنه قلبا يريد بقائك لكن تكريم إليك يقول لك ما يخالف إذا تريد تروح روح الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يعلم بأن الله يريد شهادته صحيح أرسل أربعة آلاف ملك تكريما له لكن يرجح إرادة الله سبحانه وتعالى على إرادة نفسه فالإمام عليه الصلاة والسلام لم يأذن لهم رجعوا إلى السماء الله سبحانه وتعالى مرة ثانية أمرهم بالنزول نزلوا في المرة الثانية هذه المرة الثانية كان بعد استشهاد الأصحاب الإمام الحسين هو وحيد استشاهد هنا فخوطب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أنه الدرجة اللي الله سبحانه وتعالى كان يريد أن يوصلك إلى تلك الدرجة وهي درجة رسول الله صلى الله عليه وآله قد نلتها صحيح أنت الآن لم تقتل لكن هذه المصائب الذي نزلت عليك أنت هذه الدرجة اللي الله سبحانه وتعالى كان يريد أن يوصلك إليها قد وصلت إليها موذيك الرواية إن لك درجة لا تنالها إلا بالشهادة شنو هي هاي الدرجة أن يبلغ إلى درجة رسول الله صلى الله عليه وآله هاي هي هاي الرواية في تفسير البرهان في تفسير هذه الآية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان فقد وصلت إلى هذه الدرجة شبيه قصة إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية الامتحان أنت نجحت فيه بعد الآن ملازم تذبح ابنك زين الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أيضا قد صدق الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه نلت تلك الدرجة الله سبحانه وتعالى الآن هذول الملائكة ينزلون العذاب على الجيش المقاتل لك خلص أنت تنجو الإمام الحسين أيضا لم يأذن لهم بالناصر مع أنه بلغ الدرجة لماذا قال لا خير في العيش بعد هؤلاء يعني بعد استشهاد الشهداء لا خير في الحياة وفاء بأصحابه عليه الصلاة والسلام وعليهم الصلاة والسلام زين هذا البلاء هذا الامتحان لماذا ليس عقوبة وإنما لرفع الدرجة وقد يكون هناك امتحان تمحيص يعني هذا الإنسان لم يذنب حتى الله سبحانه وتعالى ينزل عليه البلاء عقوبة ولا أنه الله سبحانه وتعالى يريد رافع درجة بذلك الامتحان وإنما يريد أن يميز المؤمن من المنافق لأن في الحالات العادية الجميع مختلطين إذا حالة عادية المؤمن والمنافق والضعيف الإيمان والقوي الإيمان الحالات عادية تلمن في المجتمع أكو استقرار تشوف الجميع يحضر في صلوات الجماعة الجميع يصوم الجميع يحضر في المجالس الجميع يمارس مهام الدينية مثلا والحيوية الحياتية بشكل واحد وين يتميز الناس عندما تجي صعوبة عندما تجي مشاكل عندما تجي أزمات هناك تبين من الصادق من غير الصادق وإلا مثلا الآية تقول في معركة بادر قتل من المسلمين ما أدري ستة سبعة قليل من المسلمين قتلوا في معركة بادر وانتصار كاسح كان فكثير من المسلمين كانوا يتمنون الشهادة يا ليتنا كنا في بادر حتى نستشهد أو يا ليتنا في معركة بادر كنا نستشهد ودلو من صار معركة أحد انهزموا الآية تقول ولقد كنتم تمنون الموت من قبل زين أنت لو كنت صادق في كلامك أنه تتمنى الشهادة في بادر خل ليش في أحد انهزمت وقت الادعاء الكل يدعي لكن وقت العمل ذاك الوقت عند الامتحان يكرم المار أو يهان تمييز المؤمن من المنافق وأيضا بعض الأحيان حتى المؤمن يحتاج إلى تمحيص التمحيص شنو هو التمحيص الذهب يلقوه في النار يذوبوه حتى ينفصل منه المغشوش اللي فيه الذهب الخالص هو 24 عيار هذا جدا طري ينكسر فيخلطون به شيئا من النحاس إذا النحاس نسبة كبيرة يعني نصف تقريبا يصير الذهب الأحمر سامعين الذهب الأحمر ليش ذهب أحمر لأنه نص تقريبا نحاس والنحاس هو لون يميل إلى الحمر لذا الذهب يصير أحمر هذا عيار 12 المتعارف 18 هذا فيه نسبة من النحاس بعض الأحيان الذهب مغشوش لذلك مرة أنا كنت راكب في تاكسي في مشهد أعرف صاحب التاكسي من الكربلائيين سألت أنت كنت صائغ إش عجب الآن صاير صاحب تاكسي ذه تسوق تاكسي قال لأنه عملنا إذا ما في غش ما في ربح هو متدين يقول أنا ما أغش لذا خسرت في العمل قلت لش لون قال الذهب يسو عيار 14 لكن يخلطون به بعض المواد بحيث أن اللون يكون مثل لون 18 فهذا المقدار من السرقة تسبب أنه عندما كميات كبيرة تكون أرباح طائلة زين الصائغ ش لون يميز ويخلص الذهب من غير الذهب بالإذابة لأن درجة الإذابة في الزات المختلفة تختلف فكل ما يوصل إلى درجة نوع من الأنواع يذوب فيفصله هذا يسمى تمحيص التمحيص يعني إلقاء الذهب في النار وتذويبه لكي ينفصل منه المغشوش زين الإنسان مؤمن قلنا المرحلة الأولى تمييز المؤمن من المنافق المرحلة الثانية لا مؤمن لكن أكو علقت به بعض الأمور في هالشكل امتحان تنفصل منه إيمان يقوى نفسية تقوى يثابر الله سبحانه وتعالى أيضا يغفر له ما قد سلف منه زين فأنت تشوف النتيجة الأثر واحد لكن السبب مختلف مرة امتحان مرة رافع درجة مرة عقوبة وبعدين الآثار البعيدة أيضا تختلف واحد يكون رفع للدرجات عنده واحد يكون خفض للدرجات لذلك إحنا علينا أنه لا ننغرب المظاهر هذه المظاهر لا تكشف عن الواقع الأسباب مختلفة الآية تقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد الله سبحانه وتعالى قد ينعم على إنسان لماذا أنعم عليه مر ينعم عليه إكراما له وَلَوْ ثمار الأشجار من تحت الزروع التي تزرع مثلا لا ترتفع كثيرا أحيانا الله ينعم على الإنسان إكراما له أحيانا ينعم على الإنسان ليعاقبه الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ قبل الآية سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الاستدراج شنو هو يعني درجة درجة الله سبحانه وتعالى يشوف هذا الإنسان لا يستحق الرحمة للسوء عمله الله يبدأ الجميع باللطف لكن الإنسان إذا خالف مرة مرتين ثلاث مرات أربع مرات أكو في الحديث أنه إذا خالف مرة تصير نقطة سواد في قلبه إذا استغفر تمحى إذا ما استغفر خالف مرة ثانية نقطة ثانية ثالثة رابعة كذا إلى أن هذا السواد يغطي قلبه إذا غطى السواد قلبه يصير ختم الله على قلوبهم طبع الله على قلوبهم هذا القلب لا يرجى خيره فالله يخذ الله يعني يتركه هذا الإنسان لا يستحق الرحمة بالسوء عمله الله درجة 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 إلى أن يوصل إلى الدرجة الأخيرة يلقي به في نار جهنم هذا الإنسان الله ينعم عليه مرة عصى الله أنعم عليه مرة ثانية يعصى الله يزيد النعم عليه لكن هذه ليست في الواقع نعمة هذه نقمة لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يزداد هذا الإنسان الذي لم يكن يستحق الرحمة ورفض رحمة الله سبحانه وتعالى الله يريد يزيد عقاب فكلما النعمة تصير أكثر عليه يكون العذاب عليه أكثر لأن هذه النعمة لازم يؤدي حقها ما يؤدي حقها يعني يفرض هذا واحد فقير الزكاة مواجبة عليها زين يوم القيامة لا يعاقب أنه لماذا لم تزكه لكن إذا الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بأموال زكوية الغلات الأربع أو الأنعام الثلاث أو النقدين زين إذا قليل كان مقدار زكاتهم يكون قليل فإذا لم يدفع الزكاة بمقدار قليل يكون هو عصى الله سبحانه وتعالى وفرض في درهم مثلا لكن إذا عنده مليون يصير معصية لله سبحانه وتعالى في مئة ألف إذا صار مليار عنده معصية لله سبحانه وتعالى يصير في مليون وكلما يزداد أموالا يزداد تزداد حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الناس في ذمته فعقاب يكون أكثر الله سبحانه وتعالى يقول وَلَا تَحْسَبَ النَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ العباد والبلاد تحت أمرته يقول منصور العباسي يجاء الشاعر وقال له ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القخار والعياذ بالله يوم يوميا ثلاثة يام أربعة يام لا سنوات طويلة واحد من الأشخاص كان مبتلى في قضية يعني قضية مو قضية مهمة كان يريد يشتري بيات في ضيق جدا كان يسكن ويوالده بين زوجته ووالدته مشاكل وكذا وكان في ضيق وما كان يتمكن من شراء بيت فبدأ يقر زيارة عاشرة مرة أربعين يوم قرأة مرة ثانية مرة ثالثة كذا الله سبحانه وتعالى بعدين أنا عم علي اشترفت بيت أيضا بيت لا بأس به لكن هو في أيام اللي كان يحاول جدا ويطرق جميع الأبواب المعنوية والمادية مرة ذكر لي قال لي أنا الآن صار لي كم سنة أدعو أقرى زيارة عاشرة كذا كذا بكل تفاصيلها يعني مأت لا عن مأت سلام مع زيارة أمير المؤمنين السادسة التي هي قرينة لزيارة عاشرة كذا 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 لي اش الله سبحانه وتعالى ما يستجيب دعائي قلت له أنت أفضل لو الإمام الحسين والإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لا شك أفضل قلت للإمام الحسين دعا عليهم لكن متى أستجيب دعائي بعد خمس سنوات قتلوا الإمام الحسين وفعلوا ما فعلوا زيان والإمام دعا عليهم الله استجاب دعائي الإمام الحسين لكن تنفيذ الاستجابة متى كانت بعد خمس سنوات عندما سيطر المختار الثقفي ونكل بهم ما نكل أو أن موسى عليه الصلاة والسلام وهارون دعوى الله سبحانه وتعالى أطمس على أموالهم وأشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون قال أجيبت دعوتكما ليش قال فاستقيما في الحديث أنه بين الاستجابة وتنفيذ الاستجابة بغرق فرعون أربعين سنة كان لذا الله قال فاستقيما الله سبحانه وتعالى استجاب دعاك لكن بالنتيجة أنتهم لازم تفكر أن الله سبحانه وتعالى حكيم ضمن موازين عامة هس الشاهد شنو هو الشاهد أنه أنت ترى المؤمن الله سبحانه وتعالى قد ينعم عليه إكراما له شبيه لتلك النعمة ينعم على الكافر لكن استدراج إله وهذا تنبيه إلنا إذا الله سبحانه وتعالى أحدث لك نعمة كون منتبه ليكون هذا استدراج نحن ما ندري أنه واقعا الإنسان إلى حسن ظن بنفسه لكن كثير من الأحيان حسن ظنه ليس في محله لذا لازم دائما يكون الإنسان يتهم نفسه العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه في كتاب مرآة العقول يقول النفس خداعة النفس إلها رغبات وتريد توصل إلى هذه الرغبات بأي كيفية فماذا تفعل؟ تخدع صاحبها والإنسان عنده حسن ظن بنفسه فينخدع لذا لازم يكون دائما ملتفت الآثار متشابهة لكن الأسباب مختلفة لذا الإنسان إذا رأى كافر في نعمة أو مؤمن في مشكلة كذلك لازم ليتزلزل يعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم بحكمته والأدل مبينة الروايات مبينة لكن المشكلة أنه إحنا الآية تقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا نشوف بس مظهر مثل قصة قارون قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناهم وآتيناهم من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أو للقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك هو شنو جاوب قال إنما أوتيته على علم عندي أنا أعرف المسائل الاقتصادية والمسائل التجارية وأعرف المداخل والمخارج تعبت حصلت هاي الفلوس على علم عندي هذا علم من عندي زين؟ بعدين الله سبحانه وتعالى خسف به إذن الإنسان لازم لا يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى إذا هو في مصيبة في مشكلة في كذا ويعلم أن الله سبحانه وتعالى رحمة به إذا كان مؤمنا إذا ابتلاك هاي رحمة بيك أنت عندك طفل صغير تود إلى المستوصف يلقحه تلقيح والطفل يبتشي ويصرخ خاصة إذا مثلا عمره أربع سنوات خمس سنوات يلتفت إلى هل ويلتج إلى أمه وكذا وبعض الأحيان يسب أبوه أمه مثلا ولكن الآب الأم بإصرار يسلمون هذا الطفل إلى الممرض أو الممرضة ليلقح لماذا؟ رحمة به شفقة به هو ما يفهم لأنه عقله لا يستوعب هذا الأمر أنه هذا بصالحة صحيا إلى أخير حياته فلذلك يبكي يصرخ يشتم أبوه بعض الأحيان أمه مثلنا إحنا بعض الأحيان عندنا حاجة إلى الله سبحانه وتعالى مرة مرتيا كذا بعدين يبدأ الاعتراض على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله وأحد يعترض على الله حسنا إذا مو بلسانه يعترض لكن في قلبه عنده اعتراض يكون الإنسان ملتفت أن الله حكيم رحيم أنت لا يقدر لك إذا أنت مؤمن إلا ما هو خير لك لا يقدر لنا إلا ما هو خير لنا حتى إذا كان مصيبة وحتى إذا كان نعمة كفة حديث جدا عجيب يقول أنه أكو عبد مؤمن يصلي صلاة الليل بزيان أكو أحسن شيء من صلاة الليل من أهم النوافل الله سبحانه وتعالى في ليلة من الليالي يلقي عليه النعاس الله يلقي عليه هذا ينعس ينام ويستيقظ وإذا يرى بأن الوقت قد انتهى قلص يتأثر يتألم كذا الحديث يقول ليش الله ألقى على هذا الإنسان النعاس محبة به يعني ليصلي محبة به نعم لأن هذا الإنسان مؤمن لكن إيمانه مو بنيش الدرجة العالية إذا شوية عبادته كانت لطيفة جميلة كذا واصل بيها يصاب بالعجب فيصاب بالعجب هذا العجب يبطل كل عمل السابق إذا الإنسان أعجب بعمله عمله يبطل يعني لا يقبل هذه من الأشياء التي تبطل العمل بعديا مثل المن والأذى لا تطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كذلك العجب من مبطلات العمل وهو من المحرمات الإنسان دائما لازم يشعر نفسه بالتقصير عندنا روايات أن الإنسان دائما لازم يشعر نفسه بالتقصير يكون بين الخوف والرجاء حتى إذا أفنى عمره في الطاعة لازم يكون فيه خوف لعله الله سبحانه وتعالى ما تقبلها فهذا الإنسان الله حبا به حتى لا يصاب بالعجب لا يبطل عمله يلقي عليه النعاص فينام اليوم الثاني يبدأ يلوم نفسه وهذا لومه لنفسه خير له من عجبه حم حبة الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان المؤمن أكو في حديث شريف أن موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام في طريقه إلى الطور مر بإنسان هذا الإنسان لأنه ما كان عنده قطعة قماش يستر به نفسه كان داخل في حفرة ساتر نفسه بالحفرة بالتراب قطعة قماش ما عنده فطلب من موسى عليه الصلاة والسلام أنت في طريقك إلى الطور أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقني موسى دعا الله سبحانه وتعالى والله استجاب دعاء موسى زي نسى كم يوم موسى كان في الطور ما ندري هذه الأربعين ليلة أو غيرها لا نعلم لأنه بالحديث ما نبين عندما رجع موسى من الطور شاف أكو هوسة وكذا ضوضاء والناس مجتمعين شن القضية أكو واحد محكوم عليه بالإعدام والناس الآن مجتمعين حتى يشوفون هذا الشخص الذي يراد إعدامه التفت شاف صاحبة هذا اللي ما كان عنده قطعة قماش يستر نفسه شن القضية قالوا أن هذا الإنسان حصل لشنفلس اشترى بهذه الأموال خمرا شرب خمر سكر بعد ما سكر في حال السكر قتل إنسانه الآن دا يقتصون منه قصاصا زيان هذا لو كان حالته الحالة الأولى وهو يستر نفسه بالتراب ما أحسن لك أنه عصى الله بشرب الخمر وبقتل إنسان وخسر الدنيا أيضا لذلك الإنسان دائما لازم يكون راضي بقضاء الله هذا مو معنى أن الإنسان لا يعمل لأن العمل أيضا أمر من الله سبحانه وتعالى أنت أعمل لكن ارضى بقضاء الله سبحانه وتعالى إذن إذا شفنا نتائج متشابهة لن نتصور أن الأسباب أيضا متشابهة ولن نتصور أن ما يترتب عليها أيضا متشابه كل مختلف بس الإنسان يسلم أمره لله سبحانه وتعالى حتى الله سبحانه وتعالى يشوف أن هذا الإنسان قابل للرحمة في الدنيا والآخرة آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يجمع له كليهما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم وأن ترجعوا سالمين إلى سالمين بحوائج مقضية ودعاء مستجاب هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الظاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات تسكي النفحات تحاول إ Mooشي Withoutarent قد نبينا على الرقل ب圍ي تحيا العقول إلي